السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الخميس الرابع عشر من شهر أكتوب 2021 أهم أخبار ألمانيا تكلمت الصحافة الألمانية على حقائق مزعجة حول غلاء الطاقة في ألمانيا وتكلموا على أخطاء ارتكبتها الحكومة الألمانية من بين الأخطاء التي قالت الصحافة الألمانية أن الحكومة الألمانية ارتكبتها وخط قرار إغلاق جميع المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية التي كانت تستفيد منها ألمانيا بشكل كبير وتكلموا وقالوا أن بعد حادثة الانفجار التي حصلت للمفاعل النووي باليابان في مدينة فوكوشيما الذي حصل بعد تسونامي سنة 2011 عندما حصلت تسونامي وغمرت المياه المفاعلة النووي وحصل انفجار في اليابان وهذا الانفجار النووي أدى إلى أن مدينة فوكوشيما لحد الساعة ما زالت مدينة مهجورة في اليابان بسبب الأشعة النووية المنتشرة في مدينة فوكوشيما عندما حصل هذا الأمر سنة 2011 قررت السيدة ميركل والحكومة الألمانية آنذاك بدغط من الشعب وبسبب التخوف من حصول كارثة مشابهة في ألمانيا قررت الحكومة الألمانية غلق جميع المفاعلات النووية التي تولد الطاقة الكهربائية حاليا حاليا توجد ستة مفاعلات نووية تم إغلاق عدد كبير من المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في ألمانيا لكن ما زالت ستة تشتغل هذه الستة تولد الطاقة الكهربائية بمعدل 12% من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها ألمانيا من هذه الستة سوف يتم غلق ثلاثة مفاعلات نووية نهاية هذه السنة وسوف تبقى فقط ثلاثة مفاعلات نووية هي التي تعمل وسوف يتم غلقها أيضا السنة المقبلة بذلك سيتم بداية من سنة 2022 غلق جميع المفاعلات النووية التي تنتج الطاقة الكهربائية هذا سيعمل خصاصا وحاجة إلى 12% للطاقة الكهربائية كيف سوف تحصل عليها ألمانيا هناك بعض المحللين الذين يقولون سوف تقوم ألمانيا بشراء الكهرباء من فرنسا أو من دولة بولندا لكن من أين يأتي الكهرباء الفرنسي ومن أين يأتي الكهرباء البولندي يأتي من المفاعلات النووية التي تنتج الطاقة الكهربائية وهذه نقطة انتقادوها قالوا تغلقون مفاعلات نووية ألمانية لإنتاج الطاقة الكهربائية كانت توفر على الدولة الألمانية أموالا كثيرة وكانت تجعل من الكهرباء رخيص والآن تغلقونها وتشترون كهرباء من فرنسا ومن بولندا يأتي أيضا من الطاقة النووية أصدقائي وأيضا يقول المختصين أصدقائي بأن الغاز أصبح غالي التمن في ألمانيا وفي العالم وشرحوا هذه النقطة وقالوا بأن فترة الوباء أغلقت الشركات أغلقت المصانع توقفت بجزء كبير التجارة العالمية بعد الآن بدأت التجارة العالمية ترجع والصناعة ترجع لكن كمية الغاز وكمية النفط المعروضة في السوق هي قليلة وحاجة السوق وحاجة الاقتصاد كبيرة جدا إذن العرض أقل من الطلب وهذا جعل الأتمينة ترتفع بسرعة وجهوا تهما إلى روسيا بأن روسيا هي السبب في ارتفاع فاتورة الغاز روسيا دافعت على نفسها وقالت لا نحن نوفر الغاز لأوروبا ولألمانيا على حسب العقود التي تم إبرامها ويوجد خطين لتمديد ألمانيا بالغاز الروسي خط الذي يمر عبر أوكرانيا وهناك خط تم افتتاحه هذه السنة وهو خط نورد ستريم تصفاي وهو مباشر من روسيا عبر البحر إلى ألمانيا لكن بسبب الضغوط السياسية من عند أوروبا من عند الدول الغربية ومن عند أمريكا ألمانيا لم تقم بعد بفتح واستعمال خط أنبوب الغاز نورد ستريم تصفاي رقم 2 الذي يمر عبر ميكلنبورغ فوبامن لم تستعمله بعد بسبب أن أوروبا تضغط على ألمانيا تقول لها لا تستعمل هذا الغاز هكذا سوف تصبحون أنه ستتحكم فيكم روسيا اقتصاديا رغم أن الجميع يقول ألمانيا في حاجة إلى الغاز كي تنخفض الفاتورة فروسيا تقول عندكم أنبوبين لماذا فتحين أنبوب واحد الذي يمر عبر أوكرانيا افتحوا الأنبوب الثاني وشغلوه الذي يمر مباشرة إلى ألمانيا لكن كما قلت لكم هناك السياسيين والإعلام وأيضا دول غربية وأمريكا يضغطون على ألمانيا ويرفضون هذا الأمر الصدقائي سوف نمر الآن إلى موضوع آخر يعني نقطة أخرى الحكومة الألمانية يتم انتقادها في الصحافة الألمانية وفي الإعلام لماذا لم تعمل أي شيء وقالوا هذا ليس غريب على حكومة السيدة ميركل منذ 16 سنة دائما الحكومة الألمانية بقيادة السيدة ميركل دائما متأخرة في اتخاذ القرارات ودائما تؤجلها فانتقدتها الصحافة الألمانية بشكل كبير وقالوا حتى لو أن السيدة ميركل الآن هي رئيسة الحكومة ومستشارة ألمانيا بحكومة تسيير الأعمال لكن لا توجد هناك حكومة جديدة فهذه الحكومة وحكومة السيدة ميركل هي المسؤولة على إيجاد حلول لهذه المرحلة إلى أن تتكون الحكومة الجديدة ممكن أن يأخذ الأمر شهرين ثلاثة أربعة خمسة لا نعرف هل سيظل الشعب الألماني يعني الفاتورة ترتفع على الشعب والغلاء يرتفع على الشعب وننتظر إلى أن تتكون الحكومة الجديدة فهنا انتقادات كبيرة تتجه نحو السيدة ميركل وأيضا تكلمت الصحفة الألمانية وقالت من المستفيد من هذا الغلاء فعرفوا وقالوا بأنه خزينة الدولة الألمانية ووزارة المالية مستفيدة جدا من رفع الأسعار فإذا ارتفعت الآن الأسعار للبنزين والديزل والكهرباء والغاز والإيجار والمواد الغدائية وشراء الملابس وعقد الإنترنت وعقد التليفون وبطاقات القطار وبطاقات الحافلة إلى كل شيء يعني إذا ارتفعت الأسعار ماذا يرتفع معها؟ ترتفع معها أيضا أرباح الدولة لماذا؟ لأنه أي شيء يعمل في ألمانيا عليه ضريبة 19% فكلما ارتفعت الأسعار ارتفعت تلك الضريبة فمثلا إذا كانت من البنزين هو يورو واحد فذاك اليورو الواحد للتر 19% ستذهب إلى الدولة أما إذا أصبح 8 البنزين هو 2 يورو ف19% ستكون قيمتها كبيرة في 2 يورو ستذهب أيضا إلى خزينة الدولة فقالوا الآن المستفيد أيضا من ارتفاع الأسعار ومن الغلاء أيضا هي الدولة الألمانية وخزينة الدولة التي كلما ارتفعت الأسعار ترتفع قيمة 19% ضريبة أصدقائي الآن سوف نمر إلى أخبار سريعة ما زال النقاش حول قضية تقنين الحشيش في ألمانيا والسماح باستعمال كمية معينة وبسيطة من الحشيش للاستعمال الشخصي دون عقاب ما زالت مسألة نقاش كبيرة فهناك سياسيون يؤيدون هذا الأمر ويقولون نعم إنه أمر جيد أن نسمح بهذا الأمر لأنه وإذا بقي ممنوع فيقولون الممنوع مرغوب وإذا سمحنا بكمية بسيطة هكذا يمكن أيضا أن يقضوا على السوق السوداء أن يقضوا على بيع الحشيش إلى آخره أو يقضوا على ذهاب الشباب إلى هولندا لشراء الحشيش والقدوم إلى ألمانيا وهذا الأمر تدعمه أحزاب الخضر والحزب الليبرالي لكن هناك منتقدين كتر لمثل هذه القرارات وقالوا خطيرة على عقول الشباب ستدمر الشباب إضافة إلى الكحول وشرب الكحول الآن يرغبون بالسماح بتدخين الحشيش فإلى أين سوف نصل ستكتر الجريمة ستكتر المشاكل وهذا الأمر لا يجب أن يكون إذن هناك نقاش كبير أصدقائي هناك أيضا بالنسبة للحالة الاقتصادية توقع بانتعاش طفيف للاقتصاد الألماني هذه السنة وانتعاش بـ 2.4% للاقتصاد الألماني نسبة قليلة لكن على الأقل مطمئنة يقولون بأن المشكلة هو هذا الوباء انتهى الوباء الآن غلاء للأسعار غلاء لفاتورة الغاز غلاء لفاتورة النفط أيضا لا توجد هذه الشريحة الإلكترونية لصناعة الدراجات أو السيارات يعني سنة 2022 لن تعرف نموة اقتصاديا كبيرا بسرعة لأن سنة 2022 ستكون سنة غلاء لكن سوف تبدأ فيها عجلة الاقتصاد بالدوران شيئا فشيئا أصدقائي كي ترجع الحياة إلى طبيعتها في 2023 أو 2024 أيضا هناك بقي الأخبار أصدقائي النقابة العمالية نقابة فيردي وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في ألمانيا تطالب برفع الأجور في ألمانيا بسبب التضخم أصدقائي الذي وصل إلى 4.1% 4.1% تضخم يعني فقدت العملة قيمتها وارتفع الغلاء أصدقائي فيقولون هذه هي أكبر عملية تضخم تحصل في ألمانيا منذ 28 سنة ويطلبون برفع الأصدعار لكن برفع الأجور لكن هناك من يقول رفع الأجور ليس حلا ولن يقضي على التضخم وقالوا بأن هذا التضخم حاصل فقط لأننا خرجنا من هذا الوباء وقالوا أنه بعد سنة سنتين سوف ترجع الحياة إلى طبيعتها لكن أنا شخصيا مع فكرة رفع الأجور لأن الحياة أصبحت غالية يا سياسيين يا من يقولون لا ترفع الأجور ارتفعت تضخم 4.1% يعني يرفعون الأجور إما أيضا بـ 4.1% أو إلى 5% أو حتى إلى 10% يجب رفع الأجور رأيي الشخصي أصدقائي ورأي مجموعة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين أيضا لأن الغلاء أصبح فاحشا وكبيرا والناس التي تعمل أصبحت تدفع كل أملاكها فقط وكل ما تكسبوه فقط في فواتير فواتير الصيارة، فواتير الإيجار، فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير الأكل اللباس لم يعد يبقى شيئا ومن على الجوب سنتر أو على السوتيال بداك المرتب الضعيف وترك المساعدة الضعيفة لم تعد يبقى لهم شيئا للعيش نتمنى السلامة للجميع مقاطعة ميكلنبورغ فوبومن التي توجد شمال شرق ألمانيا حصلت فيها انتخابات ورئيسة المقاطعة السيدة شفيزيك ترغب الآن وهي من حزب اسبيد الاشتراكي ترغب الآن بالدخول وعمل حكومة يسارية مع حزب اليسار كانت الحكومة السابقة في ميكلنبورغ فوبومن مع حزب تسي دي او الحزب الذي تنتمي له السيدة ميركل الآن تريد أن تعمل حكومة يسارية مع حزب اليسار أصدقائي وأخر موضوع تتكلم عنه الصحافة الألمانية حول الجريمة البشعة التي وقعت في دولة النرويج حيث قام مواطن دانيماركي عند 37 سنة بعمل جريمة بشعة للغاية وبرمح وقوس وأسلحة متعددة وسكاكين إلى آخره بقتل خمسة مواطنين نرويجيين في الشارع وجرح اثنين جروحا خطيرة ألقي عليه القبض أصدقائي الآن هناك شكوك متعددة هناك بعض التقارير الشرطة تبحث بأنه ممكن يكون عنده مرض نفسي لكن هناك تقارير أخرى من الشرطة نشرت الآن في الصحافة الألمانية يقولون بأن الأمر يمكن أن يكون له علاقة بالإرهاب أو علاقة بالتطرف أصدقائي وربطوا الأمر بأن هذا الشخص اعتنق الإسلام كما يقولون بالصحافة أنا أنشر لكم فقط ما يوجد بالصحافة وما يتكلم عليه بالإعلام كتبوا في الإعلام وكما نشر بأنه اعتنق الإسلام وأصبح شخصا متطرفا متطرفة الأفكار أصدقائي والآن يذهبون أيضا في إمكانية أن هذا الشخص الدنيماركي الذي عنده 37 سنة ممكن أن يكون قام بهذا العمل إرهابي لأنه أصبحت عنده أفكار متطرفة تعزين الحارة للضحايا الخمسة الذين غضروا من عند هذا القاتل المجرم وبالشفاء العاجل للجرحة سنمر الآن أصدقائي إلى الحالات سجلت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 12382 حالة وتوفي 72 شخصا عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة هو 67 عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين للقاح 54 مليون و486 ألف وتمانمائة و57 أي ما يعادل 65.5% من إجمال سكان ألمانيا كانت هذه أهم أخبار ألمانيا وجزء من أوروبا والعالم والاقتصاد شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء